إحنا بندفع عنكم على قد ما نقدر ونطلع دكاتر النفسية عشان نعمل كده عشان بنشوف لكم إنتوا حل إنتوا لو بتبعتوا وقلوا لي أعمل إيه بس كم بيت فعلا زي ما أنتوا قلتين أنا عجبتني مصطلح بتاع دكتور وفاق لو وأعلم عليكم فلوس من السابق هتجروا كلكم أنا اللي مقعدني معاك يا مات حد عشان الفلوس صح؟ يعني الأغلبية بو كده طب وياسمين لو أدنالها فلوس هتسيبه زي ما هيسمين بقى في حاجة مفتوضة عندها كده هي لو بتحبه لا مش هتسيبه هتفضل مكمل بصي خدي بالك أنه فيه ستات فعلا بتعمل كده يعني دي مش حاجة عجيبة أنه هي بتبقى النموذج ده عاشت معاه في بيت الأهل فهي بتروح للنموذج اللي يشبه بيتها اللي تربت فيه حاجة اسمها تكرار كهري يعني طول الوقت أنا بقع في نفس الراجل اللي بيشبه أبويا فأنا لو ضربت في بيت أبويا هموت في الضرب هموت لو ما كانش يضربني كده تستغربي الساتة دي مستحملة الراجل ده لأن هي أصلا مش شايفة ضربة مشكلة احنا عندنا مشكلة بقى في الإدراك هنا يعني ياسمين هي بتبعت القصة بتقولك أنا خايف أكون بظلمه أوه يعني أنا ما أقول أوعي أكون زلفتك بعد ما دمرتني حياتي كلان وعيالي تقول بدي ستاتة على السوشال ميديا هتلاقي فيه بنات وستاتات بيعملوا تقولي لستة مشاكل وكوارث عملها بعين تقولك في آخر الأسنة خايف أصنعه فبعد أضحك على الحاجات دي أقولي يعني مفروض يساوي يشك بالأسفل تعالشان تسبيه المفروض يتلك يجرجارك يعني عشان تسبيه يعني فاضل إيه على الإهانة وإنه بيتجر في المخدرات وإنه مهمتهم سيطرة إيه الميزة؟ على فكرة الستاتة ما بتفكرش في الميزة من الجواز خالص يعني لو سألتك دلوقتي يا دكتور وفاق عندك حالات شبه دي شفتيها؟ كتير بره العيادة وجوه العيادة وتقولوا الوقت طب بيوصلوا لإيه؟ بصي أنا بشوف أن ما فيش حد بيستحمل هذا كامل من الإيزاء إلا إذا كان عنده مصلحة من الجوازة دي طب هي عندها مصلحة إيه؟ ما بيصرحوش بيها يعني أما بتحبه مكسوفة تقول إنها بتحبه طب ما هو باينة هو أو هي مستفيدة مدين أو أي حاجة ما بتكلمش على حالة ياسمين بالذات بس دي مشوفتك بتكلم بقى عن حالة ياسمين أنا حاسة ليه بتحبه يعني واحد دخل السجن مرتين واستنته واحد بيخونها واستنته قال عليها بارد ده هو اللي دقيق قوي نوه قال عليها بارد يعني أنا شايفة إن كل ده عد عادي والمعاش يعني إن مامتها أصلا يتخش الجمعية ومامتها تقبضة يعني يعني أنا حماتي تروح تدفع لي فلوس الولادة بالعافية هي استحملك كتير قوي طب إيه بتحبه أنا ما بتحبوش يعني أنت بعملها تذكر حاجة ملتني يا إما هي بتحبه يا إما هي مش عايزة ترجع لبيت الأهل علشان طب ما هي راحت وقت ما كتت حامل مش هيصرف عليه راحت وقت ما كتت حامل وولد بس هي كان لسه متجاوزة لأ الطلاق مختلف ممكن ما أصرفش عليها ستات كتير بتخاف من كده على فكرة زي ما أنت قلت مش فينا استبع فعلا غاوية تعذيب تعذب نفسها تقهر نفسها فينا استبع تحب دور الضحية قوي بتحب تضايقتوني كلكم وعايزة تعيش طب يا ستة إحنا مش عايزين نضايق شوف إتي عايزة إلا تضايقتوني كلكم وتضايقتوني كلكم ففي ناس فعلا غاوية أن هي تضايق نفسها وتعذب نفسها وتعيش كده أعيش ضحية أنا مظلومة هي بتتغذي على ده وبتفضل طول الوقت كده ولو جيبت لها حلول هتحط لك عراقيل أو يعني لازم تحط كده عوائق ضد التنفيذ لأ أصلا مش عارف أعمل ده عشان كذا أصلا مش عارف أعمل ده عشان كذا أصلا مش عارف أرجع لأهلي بس كل دي بتكون مجرد مبررات للاستمرارية طب إمتى نقول الاستمرارية هي الحل والستة ملهاش غربتها وبتجوزها لما بيكون في مشاكل خارجية المفروض الستة تحط لها حدود يعني الأهلي بيتدخلوا لما بيكون المشكلة مش في الزوج نفسه نعم يعني أنا أهلي وحشين أرجع له هو لا إفردي إفردي أنه جوز كويس بس أهلهم وحشين خلي عندك شخصية ورحوا لهم ما يدخلوش مش مديهم فرصة يدخلوا بس أصلا قصدي لو يدخلوا فرصة يدخلوا بدي أزمة يبقى هو شخصيته ضعيفة يبقى ست ملاش غربتها وبتجوزها لو هم بيخليهم يدخلوا لا لما ما بيدخلهمش يدخلوا حاطط لهم حدود لازم تكون العلاقة بينهم أصلا كويسة يعني إنتي تقولها يا بنتي يرجعي ده خلاف عادي يا ياسمين ست ملاش غربتها وبتجوزها ولا المصطلح ده ما بقاش يتقل أصلا جائز والمصطلح ده أصلا بيتقل بصيغة بصيغة يعني وفي مواقف مش مناسبة خالص مطاطة زي ما بيقوله زي ما بقى فيه أغلبية رجالة نارجسية عايزة الستات تفضل عايشة كده يعني ما ينفعش نتكلم بشكل مطلق كده ونقول إن بيت جوزك ده جنة ما هو ممكن يكون بيت أهل جنة حبه جنة وعشت فيها جدع ما بلاش الأغنية دي